متاهة جديدة أم مباحثة سلام تساؤل يرافق المبعوثة الأممية خلال جولاته المتواصلة كان لقاء ولد الشيخ بوفد الانقلاب قد تعذر قبل أيام بسبب اشتراطات حوثية تتضمن رفع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف على مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس الماضي زيارة أتت بعد لقاء المسؤول الأممي بالرئيس هادي بعدا في السادس عشر من يناير الجاري عدا ولد الشيخ حينها بأول رد رسمي من الشرعية تجاه مشروع خارطة الطريق أكدت فيه تمسكها بثلاثية القرار الأممي 2116 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني تأتي هذه التحركات الأممية في ظل انتصارات عسكرية يحققها الجيش الوطني في جبهات عدة أهمها الساحل الغربي لتعز وهي انتصارات رافقتها تهديدات ميليشيا الانقلاب بقصف باب المندب لا أمل يلوح في أفق السلام بحسب مراقبين سلام عجز عن تفعيل وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من إبريل 2016 فبعد عشرين شهرا من بدء ولد الشيخ مهمته لم تراوح المفاوضات مكانها ولا شيء في واقع السياسة الأممية غير الفشل الذي يرافق المبعوث الأممي أينما حل وأينما رحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر